التقينا ببعض السلفية ولا أحدهم ما معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هل الآية تدل على الحاصر؟ قلت لعم تدل الآية على الحاصر قال إذن كيف تستعين نبعي لله سبحانه وتعالى؟ إياك نعبد وإياك نستعين تستعينون بغير الله سبحانه وتعالى قلت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء أليس في القرآن الكريم والسعين بالصبر والصلاة؟ إذن يجوز الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة فأين صار الحاصر؟ وإن ذهب الحاصر الذي يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين من هنا يظهر أن كل ما كان إلهيا فيجوز الاستعانة به قال والله يأنتم بغير الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر